على قناة التغيير محمد البصري كان عنده لقاء مع دكتوري حركوبي نجمع ربيعي سأله هذا السؤال وقال أنا معرف منه هذا بعيد محمد البصري ما يحسب على الحشد جيب لي قيادة بالحشد معروف جيب لي قيادة بالعصائق يقولك معروف محمد البصري قبل لا يشير خبير بيشون الفصائل المسلحة يعني يسمى نفسه هذا الكلام هذا التسمية كان قيادة بالحشد وصوره لابس ملابس مع الحشد قيادة قبله كان يسمى قيادة بالحشد لا لا وأتصور هذا السعيد أبو العصائب أم يطلع يمتحدث باسم العصائب السعدي عضو المكتب السياسي السعدي عضو المكتب قال قال ما نعرف واحد اسمه بعيد العصائب أنا شخص من العصائب أيضا قيادة قال عرفه وعرف حتى بيتهم وعرفه هذا مو حديث دعني أسئلك سؤال دخلت حكومة الكاظمي مرحلة كسر العظم وهي الفصائل المسلحة في أول مرة تقدر تدخل هاكد بهاي البودقة لو ما تدخل حكومة الكاظمي مو غيرها أنا ما عدا أحكي على جيش عراقي ولا عدا أتكلم عن إجهاز مكافحة إرهاب ولا عدا أتكلم على وزار الداخلية ولا وزار الدفاع أنا أتكلم على حكومة الكاظمي لأنه أنت تعرف بالعسكر عدنا الوحدة بآمرها إذا آمر الوحدة شجاعة ممكن يستطيع أن يحقق كل شيء والوحدة كلها تصبح شجاعة وأصحاب عقول واسكية بس إذا الآمر الوحدة جمال وقبي طبعا الوحدة ماله كلها تبقى مثل هس أنت تقصد أن سيد الكاظمي مو شجاع؟ طبعا ما يملك شجاع طبعا